السلام عليكم. دلوقتي ان شاء الله نشرح اللي هو لاب 11. لاب 11 بساطة كان بيتكلم انه هو بIoT بالنسبة للكوفي يعني. فانت لو عندك كذا ديفيس اللوت والكوفي متخل عالنتوك بتاعتك بمكن تتحكم فيه ومتعني المورترينج برضو عليه. طيب سريعا كده هنجيب للحاجة. محتاجين الامسيو. مش الامسيو بقى وهنا اشتغل مرادي على الاس بي سي. مفيش فاري من الاتنين الاتنين بروغرام بالكات يعني ففيش فاري. تمام? ومحتاجين مسلا نجيبه اكشويت اا اموت مسلا من السواتش ان تشتر. فمن هنا. اهو. تمام? بعدها نشتغل عليها دائعا كده مبدئيا. اا طبعا اا قلنا الحاجات اللي هي بتوصل بالكتات. اا دي محتاجة اللي هو الايو تي. بادوس كنتولول. ابدأ ابصل. دي زيرو. اوصل لها مثلا دي زيرو هنا. دي اوصل لها دائم كده. طيب. عادي نبدأ بقى ايه? نوبلوغرام والحاجات دي. في حاجة افتح هنا. انا مش محتاجة البطحة هنا في الكونفيجريشن ولا اي حاجة. محتاج بس ان انا اضبط موضوع الكود. فان هعمل مسلا نيو. وهكتب هنا ايه. طبعا احنا قلنا ان ده يعني اسميه زي ما انت عايز مش تفري الاسم يعني. اما انا هشتغل بايسون. فهعمل بايسون. هابدأ كريد. خش على مين بتاعتي. هابدأ اشتغل. نفس الموضوع اللي فاتت برضاك فروم. جي بي اي او. هاينبورتي. هاينبورتي. هاينبورتي قولي. يبا لازم اكتب اكتب اكتب. تمام. ونفس الكلام برضا انا محتاج هنا هعمل دي لي وكده. فمحتاج ايه? محتاج اللايبري بتاعت الطايموت. تمام. طيب. نبدأ بقى نكتب الفنكشن مين بتاعتي. هعمل دف. مين. اه. هنا اول حاجة ما اللي فاتت ان انا لازم اعرف مين عندي اليموت والاوبوت بنزب بالنسبالي. فحنا وجدنا بس هنا هنا انا عندي هنا او بس هنا بالماوس الثاني هتلاقي الحاجات دي ظهري. انا عندي السويتش ده بنزبلها يبقى انبوت هان دي جيتا اليموت هيبقى متوصل على ايه? على دي زيرو. ويه الكوهي ده هيبقى بنتوصل على ايه? متوصل على دي وان. تمام? اه فتعالا كده ايه? نزبط الحتة دي. هقول له. انبين. مود. لو واحد. لا زيرو. خليه انبوت. لو هو السويتش. طيب. طيب. ويه تاني وهذا اضغط برتاكل بين. مود. اللي هو رقم واحد. ما وصل لها بينها بالكوبي دفايس. اهب اي اوت. تمام كده. طيب محتاج اعملي انا محتاج تلوقتي. اه. ال project ان انا عبارة ان انا ماجي. نروف على السويتش كده. وخليه on. المفروض ان الكوبي دفايس ده يبدأ اشتغل. تمام? اه. فعشان كده انا محتاج اعمل بقى if condition. بس محتاج بردك الموضوع ده يبدأ يتنفذ بشكل مستمر فهحتاج while الاول. فهيجي هكتب هنا while. true. هنيجي نعمل ايه? هقول له. طيب انا عرفت منين ان هو هيبعت لي digital read مش analog مسلا او custom او ايه حاجات دي. اه طبعا هو ده سويتش هنعرفيني الكلام ده يعني بس هقول كده سريعا لو ببسط هنا. هتلاقي بيقول لك في الاكزامبل هنا ان انت لو ااا لو السويتش اللي انت عام له on هيبعت لك high. ولو انت عام له off هيبعت لك ايه? هيبعت لك low. تمام? فانا انا انا هسابب منه هنا المفروض دي اجي تريد انا هسابب منه high low. فانا محتاجه لما يكون high يعني شغال محتاجه ايه? يبدأ يشغل اللي هو الكوفي ده بايس. فاجه اقول له بن جيله دي لو جالي عليها اه بس انا سيت اعمل الكولن هنا في ايه ما نازلش اعمل لازم تعمل الكولن دي مهمة جدا. طيب محتاج ايه? محتاج ان هو high digital right ولا هيعمل ايه? تعال ان ببس كده على certification هنا. بيقول لك لما تيجي تتحكم في ده. انت محتاج في البس اكزامبل اهو بيقول لك محتاج تعمل custom right. لو انت بعطله في custom right واحد هيبدأ type on. لو انت بعطله zero هيبدأ يبقى. طب معنى كده انا مش هنفع اشتغل علي digital right لان digital right بتشتغل بتكتب high ولو انا مش محتاج هنا عشان اعرف ازبطه محتاج ان انا اعمل custom right مش data right. لانا مش هبعط له high ولو انا هبعط له واحد وزير او character يعني واحد وزير طبع. طبع. هاجي هانا هكتب. custom right. قلبي اني رقم واحد عايز اني اكتب عليها ايه? عايز اني اكتب عليها character واحد عشان تشتري. تمام? طيب. طبع. طبع. بعدين بقى هكتب else. لازم تنسي جدا. else بقى لو اي حاجة غير الواحد ده انا محتاجه يبقى اللي هو كفيت او هو كفيت وايت ارتيب. اوفلها تب apro to class. custom right. Note i'll be at zero to course enlightenment. تبقى تبقى صود واحد عايزيني يخليها نبعط له character zero عشان تبقى اوفل. تمام كده? العاملة اللي اتي عايزة تتم كلها دي؟ هتعمل delay. آآ دليم الف ميلي سكند يعني كل سانية تبدأ يتم يعمل اللي تشيك كده هو انا كده خلصت خلاص طبعا محتاج ان انا هتعمل له بردك هنا اف عشان يبدأ اشتاع عشان يعرف ان المين بتاعتي هي دي المين فونكشن اللي انا هشتعل عليها فهقول له اف الوقت المين الوقت المين ويؤامل الوقت المين ساعد للمين coat انا لا اجب اني فيش دكس كده انا باhei هажи accent يكتب ال much per aquí طيب نجرب كده ثاني ثمان هو كده اشتغل طب تعالى نشتسل الموضوع اهو تعمل لما قلنا اهو اشتغل otherwise ونقود ايه بقف هنا ايه تعمل كده ده كان اول جزء من اللعب طب الجزء الثاني ان هو هيتحكم فيه بس عن طريبة ان احنا عندنا سيربر وهيبقى فيه client يخش على الموت سيربر ويتحكم فيه ويلمنتر عليه فانا محتاج مثلا هنا بي سي ده يبقى بالنسبة لك client ومحتاج سيربر ده اللي انا هيبقى هبقى روبط عاليل الحاجات بتاعتي ال iot device فهيك برده كان محتاجين الكوتي ده نجيبه كده اشينا عرف تحكم فيه ومحتاج سويتش يربطي الحاجات دي بباديها عن طريق ان يبقى يعمل النتورك بتاعتي فهجيب سويتش هنبدأ بقى نوصل ده هو طبعا ندوس control انا بختار الكابل فهتلاقي ان الكابل شغال معي على طول من اجر ميلا طيب انا كده وصلت التنية بتاعتي كلها ولو عملت رن كده شوية هتلادينا خلوس كده بقى طيب عايزين بقى نبدأ ايه نبدأ نزبط ال configuration بالنسبة للسيربر انا محتاج السيربس اللي تبقى عليه انا هتديله ال IPHAP بتاعته استاتيك فمش هفعل ال dhcp server هاجه على iot هنا لازم اعمله قولنا عشان يعرف في العامل مع ال device ال iot وهني جينا في configuration انا محتاج اعمل ايه في السيربر محتاج اديله IP بنفسي تمام هتديله مثلا هو 4 وحاية ده لو اخدت بالك ان هنا الماسك بتعمل لواحده انه هو class a وانا احنا طبعا انا عن نفس انا انا مردي مش هادش شغل class انا هادش شغل class c فلازم انا اضبط الماسك بالنسبة لي ايه تاني محتاج اعمله انا ممكن اعمل حاجه لذيذة انه اخذ الاسم ده هو copy واخليه يظهر عندي بره على ال display name عشان بس ابقى شايف ال IP طبعا مش هعمل لان هو بالنسبة لي السيربر ده يبقى هو gateway فمش هعمل gateway انا كده خلصت ايه خلصت السيربر عادي اتأكد ان الحاجات بتاعتي مزبطها فممكن او اكتب IP هلا ان هو فعلا واخد ال IP بتاعي اهو والمسك ايه اللي هو class c ابدأ بردك القضاء انت عامل في نفس الكلام هايك في ال configuration بتاعتي محتاج ال gateway بالنسبة لي تبقى من لازم اتدي له gateway هنا static عشان مش هعمل سيربر مش هعمل جس بي سيربر يعني فال gateway بالنسبة لي تبقى هو السيربر اللي هو اربع وحيد طيب ايه تاني محتاج اعمله اخش على فاصل اسرنت هتدي له IP بنفسي اللي هو مثلا واحد 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 اتنين فيه حاجة مهمة بقادلوات احنا قلنا ان الماسك يتعمل الى واحده فانت اخبرك ان ده class c فمعنى كده ان ده نتورك ال client ده او PC ده هيبقى في نتورك والسيربر في نتورك تاني خالص فانت عشان تضبط الحتة ليه محتاج بردك انت تضبط الماسك يعني انت لو اصبت على كده و اجدت عملت بنج على السيربر مش هعمل معك بنج ان ده نتورك وده نتورك تاني خالص انا كده ازبطت الدنيا و ممكن اجرب كده اي اشوف هل هو ساحب معايا سماح عايزين اجرب كده نشوف اين ip config تمام ساحب معايا اب تحط يعني والمسك بتاعه تعمل عايزين اجرب كده نشوف ريتشابلتي بينه وبين السيربر اهد 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 تمام بير بلاي علي كده في ريتشابلتي الدنيا مزبط فادلي مين فادلي اللي هو ده طبعا هنا في configuration انا محتاج باقي اه ازبط له كام حاجة اول حاجة جيت وي بالنسبة لي هتبقى اللي هو السيربر تمام و انا محتاج اعمل عليه الموت سيربر بردك داشان اعرف اشوفه اعمل monitoring و control فمحتاج هنا اعمل control server وهاجي مثلا هنا هكتب مين اللي هام عليه الموت سيربر اللي هو مين اللي هو سيربر بتاعي فهكتب اللي هي بتاع السيربر وهكتب هنا بقى المرضي هان غير هكتب username حربي و بصرد حربي مثلا اه طبعا انت هنا لو عملت قنكتي الوقت مش هيكون اكتماعك ليه مش هيكون اكتماعك مع انك انت عاطل اللي سنة و احنا سمعتش عيبي ماليش ادرق ايبي الاول طبعا ما قلت على موضوع اشتغل المسك لانت انت اشتغل و يكون في نفس النتوك بتاع السيربر والبسي هنعمل كده و هنا اقول لك لو انت اجرب تعمل ايش هتكون معك ان انت السيربر موجود اه و عشان بردك في حاجة انا قلت على فيديو الفيديو احاول اجربها دلوقتي معاكم سريعا كده هنجيب كوفي تاني وهوصله بس المرة دي هعمل عليه رموت سيربر لكن هتدي له يوزر نيم و اجم المختلفين يعني ايه هاجي هنا كده هتبقى السيربر عادي تمام وهاجي في اي بي هتديره اي بي دوت مثلا خمسة تمام و طبعا هنضبط المسك تمام كده دي الحاجات اللي هنضبطتها محتاج هعمل عليه رموت سيربر بس المرة دي هسميه ادمين مثلا هنضبط و ايه بصورة ده معنى ايه بقى معنى انت لما تيجي تخشة اكسس من السيربر بتاعك لو انت دخلت بأكاونت الوزر نيم و الباسورد ده هيفتح معاك الدفايس ده هاتبقى شايفه ولو دخلت بوزر نيم حربي و ادمن حربي هيفتح معاك الدفايس اللي هو التانى ده هاتبقى شايفه انا بس هعمل حاجه بسيشته في الداشر بس هاخد ال اي بي بتاعه ده وخليه هو الاسم نصر عليه وشيبه هبقى شايف الموضوع يعني بشكة اوضع انا كده اضبط الدنيا بتاعتي والدنيا بتاعتي. اه اتأكد بس من ديموز. تمام. هاجي هنا نفس الكريم. اخلي بس الاي بي بتاعي بزور عشان يجوه شايفينه. ما بقى. اه بين الاي بي بتاعك توقع التلاتة. هناشي. وتعالي هنا. كده هي بزور عليه الاي بي بتاعي. اعمل كده اعمل كده في. اعمل كده في البي سي. طب عندي انا اعملها بس عشان ابقى شايفه قدامي كل الاي بي هات يعني اللي احطط على الحاجة. لان اخطي الابي باتي. فكده تمام. طب نقرب كده بقى نشوف الريتشابيلت بين البي سي مسلا والحاجات التانية دي. لو انا جيت عملت بينك. بس على اللي هو ثلاثة. اللي هو اول واحد ده. بير بلاي معي عادي. الريبراي قضي معي طب. تعال ابقى نخش من البي سي ده. اعمل لغة براوزر كافرية. اه على السيربر بتاعي. يعني كده داخل مني البي سي اللي هو بنسبة لي كلاينت هدخل على السيربر. تمام? هدوس جو. طبعا لسه ما فيش اي اكاونتات معمولة فهعمل هنا ساين اوب. فمسلا هنسجل اللي هو بتاع الادمن دوة. او دستا ما فيش حاجة ظهر لان انت ما عملتش connect من هنا. فهنيجي من هنا. ومحتاجين نعمل. اه في setting keyword. هتعمل connect. هتبدأ هتليب connect معك. ليه هي connect معك دلوة. لانت عملت اكاونت باليوزر نيم والادمن اللي موجودين هنا. فباللوة يبقى عادي ان هو تconnect معك. فهنا هتليه ظهر عنده ممكن بردك امنوتر وتحكم فيه في نفس الوقت. طيب. محتاجين نعمل تاني. محتاجين ان احنا نيجي هنا. اه ماشي. نيجي هنا خلاص احنا كده خلصنا على دوة. لو تقضوا بالكم ان ده مش ظهر معي. ولو جيت بردك حتى عملت هنا connect. هتليه مش هي connect معي. على ما اظن اه. تمام ما كنكتش معي. ليه لان ده مش لسه مش معمول له حاجة باليوزر نيم admin والباسور ده. طب تعال كده مسلا نجرب نعمل stop خلاص. اخش web browser تاني. بس المرة دي هاخش بردك على server. بس هعمل بقى account تاني بادمن وادمن. لما اجي خش سابع هنه مفيش حاجة ظهر عندي بس لو جيت زبطت هنا وقد عملت كونكتش هتليه لكونكت معي لان خلاص بقى فيها account اسم وادمن. فهيعرف يعمل روموت server عليه. تمام. ههو هاتليه ظهر عندي وهو بصر او طبقنا بالحاكم في اللغة تحته. تمام. بس. وطبعا ده مش ظهر عندي ومش هي هو 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 التاني ده متصل بس متصل على انا account اللي هو اسمه ايه اللي اسمه حربي تمام. اه لو جيت مسلا عملتي كده مش عارف هو ايه انفعان لو جيت دخلت على. لو جيت دخلت عليها هدقي ان مني اللي مظاهر عندي اللي هو ده هو هو ده ايه كنترول علي. بس كنا عنده شرحنا اللي هو الذي نحنه.